في إطار الاحتفالات بالذكرى الثالثة والثلاثة لتأسيس التجمع علي من الإصلاح نظمت اللجنة السياسية لدائرة المرأة بمحافظة المحويت يوم أمس الأول ندوة سياسية حول الإصلاح ومسيرته النظالية ودور المرأة فيه وأشهدت نائبة رئيس دائرة المرأة للإصلاح بمحافظة المحويت أمت اللطيف الحوري أشهدت بدور المرأة الهام ومشاركتها الفاعلة في كافة المراحل مشيرة إلى أن المرأة اليوم تشارك الرجل في جميع جوانب الحياة والنظال في المعركة الوطنية لمواجهة الانقلاب الحوثي وتعد شريكة له في بناء المستقبل وصناعة السلام وأشددت الحوري على ضرورة مواصلة النظال والعمل الداؤوبي لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات من جهتها تحدثت المسؤولة السياسية عفاف جسار عن مسيرة الحزب ودوره في الحياة السياسية اليمنية وتعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية وقالت أينما وجد الإصلاح في اليمن وجد الزخم السياسي والحياة المدنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر